ترجمة نانسي قنقر 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 صحيح صحيح من الشيخ عبد الله طبعا عبادة الصيام عبادة عظيمة يعني خاصة يعني في رمضان الله سبحانه يقول يدعو طبعا الحديث الطويل يدعو يعني طعاما وشرابا للصائم فرحتان وكذلك يقول الصيام لي وأنا أجزي به يعني كل الأعمال أنت ممكن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مال يلا سبحانه في بعض الأعمال صحيح ما تديش أن أجرها يقول الله سبحانه الصيام لي وأنا أجزي به يعني إذا الجزاء والعطاء من الله فلا تسأل عن هذا الكرام وهذا الفضل يعني الله سبحانه كذلك الصيام يعود الإنسان على الصبر على مراقبة الله يعني تخيل الإنسان بغرفته وعنده ثلاشته وكل شيء عنده ما الذي يمنعه ما الذي قاعده بغرفته مثلا لا يوجد شيء يمنعه هذا هو جانب الإنسان المراغب يعني اللي أنت الحلال اللي أنت خلي يعني تخلي من باب أولى ما راح يعني تقدم على الأمور المحرمة فهذا جانب المراقبة كذلك يعني فيه الإنسان يستطيع يعني فيه يعني من الصيام بيّن نحن صيام يوم الأثنين يوم الخميس أيام البيض كذلك أنت بيّنت الصيام كذلك أيام العشر ذو الحجة نعم هذا اللي أنه بيّن أنه في حديث ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من هذا صح يعني خاصة الأيام هذه الإنسان ممكن يستغلها بالصيام يعني فيه ناس كثير يصومون أن هذه الأيام كلها لو ما صام ترى ما علي شي حتى الإنسان لو ما صام يوم عارف ترى ما علي شي يعني ما تنكر عليه ليش ما صام ولكن فوت على نفسه خير عظيم يوم واحد يعني الله يكفر سنتي يعني ومعقول إذن شهدر اللي يعني استشعر لذة الصيام وهذه اللذة العظيمة مرح يعني يترك هذا النفل وهذه العبادة العظيمة تستمر عليها ليش تعادة يعني شوف سبحان الله اللي دائما أثنين وخميس هذا بلذة وسعادة ما يعلم فيه لله أنت اللي صوم بس رمضان متى سبحان الله يحس بلذة تغريبا يدخل خامس يوم سادس يوم صحيح هنا يبدأ يعني أن يستشعر لذة الصيام أما اللي ما شاء الله هذا كل أثنين وخميس هذا ما تدري شنو السعادة يعني خاصة الإنسان كلما أكثر من الأعمال الصالحة والأعمال متنوعة يعني صالحة كلما يعني سبحان الله زاد فيه سعادته وراحته ويعني انشرح صدره والسبب الأعمال الصالحة لها أثر شيخ عدد الله شنو اللي وفق الإنسان أنه يستمر في الأعمال الصالحة لما شاء الله ذكرت أنموعة منها عديدة نعم ذكرت قبل شوي أنه قليل متصل خير من كثير شنو اللي يخلي الإنسان يعني يتصل بهذه الأعمال يداوم عليها ما شاء الله لا ينقطع يعني بعض الناس لو مستعان نجزي عنده همه ونشاط ثم بعد ذلك فتور وقطع تام نعم وهو طبعا أول أمر اللي هو طبعا التوفيق من الله هذا أول أمر إنسان مهما حاول يبذل ويكتب في نفسه يقول لك أنا أكتب خطة إذا أولا سبحانه ما عانك على هذه العبادة وسهلها لك يعني أول شيء توفيق من الله ثانيا أن الإنسان يستعين يعني كالدعاء يدعو يا رب تسهل العبادة يا الله تسهل أمور يا رب يعني الإنسان دائما هو في حاجة الله سبحانه أن يعين على هذه العبادة وكذلك يعني قليل يعني النبي يعني اسأله الصحابة يعني فيه شباب يعني شباب من الصحابة اسأله عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها يعني قالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام وغفر لما تقدم وتأخر منه يعني النبي فواحد إيش قال يعني أنا ما أنام الليل وواحد قال أنا ما يعني صيام صيام وواحد قال صحيح لما سمع عنهم النبي قال يعني أنا أعلمكم وأخشاكم لله صحيح أنا طبعا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء الله أكبر فالإنسان جانب الاعتدال يعني هو القدوة النبي ما في يعني الإنسان ما راح توصل مرحلة صحيح يعني النبي تقول يعني أمنا عاش كان يقوم الليل يقول حتى تتفطر غدما وهو اللي يغفر لا ما تقدم بس الإنسان ما يقدر يجاري عبادة النبي الإنسان يعني إحنا سدد وقارب ومثل ما بينا قليل دائم يعني الإنسان لو يستمر على أمر صالح كمثال الصدقة يعني ترى موش شرط أن تطلع ملايين ترى شي بسيط يعني النبي يعني النبي يقول كل يوم كل يوم ينزل ملكان كل يوم يعني ينزلوا يقول واحد اللهم أعطي منفقا خلفة ملك يدعو والثاني يقول اللهم أعطي منفقا ممسكا تلفة يدعو على ما طبعا الله يخلف عليه وليدعو للملك يعني كل يوم كل يوم يقولك ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفة يعني الله يخلف عليه والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفة فتخيل أنت ترى شي بسيط يعني ترى أعرف أنا أحد الأخوة والدته الله يحافظها تعطيه مبالغ بسيطة تقول له هاك المكسوم تصدق فأقول له أنا بعض الأحيان ساعات بالدوام بالمصافط أشوف الشارع يقول حتى بعض الأحيان الخلق هذا حاول أغرسه أقول حق أبنائي ها شوفه ما شفته أحد يقول أنا شايفه من أول الشارع بس أنه بيغرس هذا الخلق بأبنائه أن الصدقة بلا شك الصدقة يعني تدفع حتى عن الإنسان النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة يعني حتى الصدقة هذه تكون شئ سبب في يعني شفاء الإنسان من الأمراض بعض الأحيان تدفع عنه يعني أنا مرة مرة قال طالع سبحان الله التلفزيون و أحد الكاميرا سبحان الله على أحد النساء نعم سبحان الله ما أدري قال طالع قال شك تسويها سبحان الله عطت عبرة الشارع عطت كأن شغلة صدقة و سبحان الله وتمر سيارة طلقة سبحان الله طلقة شوفها يعني أنا أتوقع من بعد الله الله حفظها سبحان الله بهالصدقة هذه يعني الصدقة هذه تدفع البلاة وتكون سبب في شفاء يعني وتزكية للنفس خاصة الإنسان اللي يعطي يجد راحة و انشراحة في قلبه حتى لو شيء بسيط نحن ما نتكلم ربما طعام تعطي ربما مبالغ بسيطة ربما ما يعني خاصة اللي يحطهم في المساجد مثلا سوقي المار ما شاء الله الثلاجات نحن مسايد لكويت كلها صدقة خاصة أنا أعرف ناس أنا من نصي الليلة الخميس الليل يقول ليش يقول عشان يمع بيوم بيصلون ما شاء الله يترس الثلاجات هذه كلها بلا شك هذا الماء واحد أحد الأخوة يقول أمه ما تمشي سنة كاملة يقول ما دي شدي مرة واحدة ما قامت تمشي يقول وديناها المستشفيات ينقصها دم ما نحن عالفين شن السبب يقول استمرت على الماء هذه الآن المرأة أنا أعرفها ما تمشي ما تقدر توقف مقادرة تقريبا سنة أو أقل من سنة طاف عليها رمضان أو رمضانين تقول حق ولدها هاك حط ماء بفضل الصدقة مرة من مرة تطق الباب أمه هي اللي افتحت الباب سبحان الله هي اللي تمشي وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام داوم مرضاكم بالصدقة يعني الإنسان لابد يعني الصدقة هذه لها أثر نعم ذلك شيخ عبد الله بعض الناس الله مستعان يعني في خير رجل مصلي لكن قد ينسى أو يعني يغفل عن هذه الصدقة فتجدها في حياتي يعني جدا نادرة كيف ماذا نقول له شيخ عبد الله يعني يبين له يبين له مثلا أو مثلا أقرب أو اللي يكونوا معه يبينون أثر الصدقة وفضل الصدقة ومنزلة الصدقة يعني بعض الناس الناس فيها خير صحيح بس بعض الناس يحتاج وذكر فإن الدكرة الناس الغالب فيها إن شاء الله فيها خير وبعد الشيخ عبد الله يظن أن هذه الصدقة تؤثر في ماله وتنقصها هذا مدخل شيطاني عظيم بالعكس الصدقة هذه تبارك له في المال وسبحان الله يعني أحد المواقف تقول أحد الأخوة الأخوات تقول في واحدة قاعدت حاسب طبعا هذه غصة ما هي بالكويت وهي طالبة تقول أنا ترى بس على المكافأة ما عندي يعني مدخول نعم فقط المكافأة يقول لاحظتها سبحان الله قاعدت حاسب وقالتها هذا بكم وترد المرة ثانية العراع يقول أنا هذه الأخوة تقول أنا التأثير قلت لها رديهم رديهم عرفت أن فلوسها تقول المكافأة عندي أنا ما عندي غيرها سبحان الله يعني مثلا بتدفع ناطرة بينزلها راتب مكافأة أنا شيخ عبد الله يعني فعلا هذا موقف مؤثر ولنجدنا منها كثير لكن سأقول لك إذن حدث بعد هذه القصة إن شاء الله نعم تقول دفعت لها المبلغ الله وراحت قالت خلي الأغراض ودفعت لها تقول تأثرت لأنها قامت تقول هذا كذا وتحاسب على المبلغ اللي عندها تقول دفعت لها كل المبلغ تقول أول مركبة السيارة تقول سبحان الله من غير أي يقول والدها كان يعطيها مبلغ الله هذه مذكورة هذه بركة سبحانه يعني هذه البنت لا عندها فلوس غير المكافر تدفع لي دفعت لها لأنها شافت الموقف أنها تحاسب قامت تترد أغراض وتحطرها تقول لا قدرت تتحمل دفعت لها كل أغراضها سبحانه يقول ماكو ركبت السيارة تقول الوالد عطاها مبلغ لا تفضلي طبيعي سبحانه يعني هذا أصلا الأجل راح ييك والله سبحانه يضاعف حتى ما شاء الله العاملين في المنازل يعني السواق وغيرها يتمرعون ما شاء الله بالأموال يعطي إذا شاف محتاج فبعض ما شاء الله مع أنه جاء بعقد عمل وما عنده لكنه يستشعر عظم هذه الصدقة ويعطيه وهو أيضا تأثر ببلد الخير وعطاء الكويت بهذا المشهد طبعا الكويت الحمد لله هي مركز العمل الإنساني صحيح وهذا من أعمال ما يعلم فيها إلا الله بلا شك العمل الصالح والأعمال الصالحة لها أثر يعني تحمي تحمي ممكن الشخص وممكن تحمي أهله ممكن تحمي البلد يعني هذه الأعمال الصالحة بلا شك لها أثر عظيم و الآن شيخ عد الله ليس هناك عذر لأحد أحمد الله وسائل التبرع السهلة وميسرة بضغطة زر ما شاء الله هناك العديد تبارك الله من جمعيات نواه الخير الموثوق فيه إن شاء الله صحيح وانت قاعد ببيتك صحيح انت تحدد المشروع اللي انت تبيه بل ضبط وتتصدق وما حدر عنك يعني هذا كذلك من الأعمال اللي ما يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى ممكن تكفل ممكن سبحان الله يعني مشارع كثيرة وانت ببيتك لا تروح ولا يعني خاصة الوسائل هذه الحديثة سهلت لنا نحن إن شاء الله مكملين معاك شيخ عبدالله لكن عندنا الفاصل وراجعي لك إن شاء الله إذن أحبتنا فاصل وراجعي لكم خلكم معنا رجعنا معاكم من جديد أيها الأحبة ومع ذي في الفاضل لشيخ عبدالله المسباح هيك الله شيخ عبدالله من جديد شيخ عبدالله إنسان يعني كيف يوفق إلى المداومة على الأعمال الصالحة ونتكلم عن يعني أثر هذه المداومة على الأعمال الصالحة حتى ذاك الله خير طبعا الإنسان إذا داوم على الأعمال الصالحة يوصل مرحلة كما يعني بين الله سبحانه في الحديث القدسي نعم يعني هذا الإنسان المسكين أو هذه المرأة المسكينة يعني توصل مرحلة إن الله سبحانه يحبها من أثر المداومة العظيم نعم هذا الحديث القدسي راح يبينه بل أن يوصل مرحلة إذا دع الله سبحانه الله يستجيب له وإذا سبحان الله خاف من شيء الله سبحانه يحمي الحديث طبعا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما زال وما زال عبدي يتغرب إليه بالنوافل حتى أحبه الحديث طبعا إذا أحببت كنت سمع لي أسمع فيه وبصر الذي يبصر ويده ورجله التي يمشي وإذا سألني وإذا استعاذني يعني يوصل مرحلة إذا دع الله سبحانه وتعالى الله يستجيب له وإذا خاف من أمر معين أو خافت من أمر دعت الله الله يحميها ويحفظها والسبب يعني ما زال عبدي يتغرب إليه بالنوافل حتى أحبه هنا ما زال يتغرب هل المعنى فيه شيخ عبد الله التكرار والمداومة أم محاولة والحاحب يطلب ذلك طبعا الأفضل الفرض الأكمل يعني كم مثال في ناس مثلا يصلون تراويحي مثال هذا برمضان وإذا صار الفير قطر أزونام نحن نقول حق الأخ هذا لو أنت نايم ومصلي الفير أفضل أفضلك من كل اللي أنت صلت لأن هذه لو ما تصليها ما عليك شيء والفير فرض وإن قدر تجمع بين الأثنين هذا خير على خير لا شك ولكن هذا جانب يعني كمثال الصلوات مثلا الفرض في نفل عندك مثلا النبي قال من حافظ على 12 ركعة بنا الله له بيت في الجنة هذا 12 ركعة ورد فيها حديث ركعتين قبل أذان الفجر وأربع بعد قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد العشاء الإنسان إذا حافظ على هذه الركعات الله يبنينا بيت في الجنة كذلك عندك الضحة صلاة الضحة عندك صلاة الشفع والوتر ممكن الإنسان يتنفل تحية المسجد نبين نحن جانب الصيام أيام البيض هذا إذن داخل في ضمن حديث هذا كله من النفل من اللي يحبك الله فيه وما زال عبدي يتغرب عليه بالنوافل نعم أن النوافل بس الصلوات لا النوافل الصلوات يدخل فيها النوافل الصيام الأعمال طبعا النوافل الإنسان لو ما سواها ما علي شيء الإنسان كثرة مداومة على الأعمال هذه النوافل يصل إلى أن الله سبحانه بل أن الله سبحانه تعالى إذا الله يحب الإنسان هذا أمر عظيم يصير بالسماء وهو ما يدري الله سبحانه إذا حب إنسان نادى جبريل نادى جبريل إني أحب فلان يعني شوف الله سبحانه تعالى يحب إذا ينادي جبريل إني أحب فلان فأحبه يتخيل جبريل ينادي في أهل السماء النبي عصد السلام يقول البيت المعمور يعني هذا فوق الكعبة كل يوم يطوفه سبعين ألف ملك ما يعودون إلا إلى يوم القيامة هذا بيت المعمور ومرة كان النبي جالس مع الصحابة اسمع صوت يقولهم أطت السماء وحق لها يعني ثقلت ما من موضع شبر إلا ملك قائم يعني تخيل جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه يعني من بعد ما حبت الله إذا الله أحب الإنسان هذا الحب اللي لا قبله ولا بعده كل من يحبه كل شيء يحبه لأن الله يحبه يحب جبريل بعد ما يحب جبريل وأهل السماء يوضع له القبول في الأرض بعض الحين تشوف شخص أنت لا بينك بينما عرفه ولا تحبه سبحان الله والسبب أنه في شيء في شيء لو هو مظاهر بعض الحين شخص عادي ربما هذا يكون بارب أمه يعني أنا أعرف أحد الأخوة شخص يعني تشوفه عادي جدا ولكن كان عنده والده الله يرحمه فيه زهايمر وهو اللي غسله وهو يعني ممكن في ناس فيهم خير ما يقومون اللي قاعد يسوي حق والده الله يرحمه يعني هو اللي غسله بعض الحين والده يطقه ما يدري سبحان الله مريض ولكن بلا شك العمل وقد يكون قد نال هذه المحبة في هذا العمل نعم هذا الخير هذا ياه وياه حق عياله بدنا الله الله راح يجازي خير نسأل الله أن يجازي خير للجزاء فهذه الأعمال يصل الإنسان أنه يضع يعني الله يحبه وسبحان الله جبريل وكذلك ويوضع على القبول في الأرض نعم هذا باعث عظيم الإنسان أنه يلتزم بهذه النوافل بل يقبل عليها بمحبة لأنها يعني سبب لكل الرضا إن شاء الله والقبول والمحبة من الله عز وجل بل أن العمل الصالح يعني مثلا واحد متعود يصوم الاثنين والخميس واحد مثلا متعود يروح يزور المرضى نعم أي عمل صالح يعني شوف ديننا عظيم يعني لو ينحبس يصير مريض ترى ينكتب للأجر صحيح ليش هذا السبب خليليك ونهارك كل الأعمال لا قليل هذا العمل القليل يعني واحد مثلا معتاد مثلا يزور والدته لا قدر الله ينحبس بسفر أو مرض ينكتب للأجر واحد متعود مثلا يزور المرضى واحد مثلا صدغة هذا الخير بل يعني خاصة يعني حتى من الأعمال الصالحة الصلاة على الجناز وكذلك الحضر حضور الدفن قيراطين يعني حد الصحابة لما سمع الحديث فرطنا في قراري قراري يعني خاصة الحمد لله الحين مسايد بل ضبط وما شاء الله مكيفة وتصلي تأخذ تأخذ منك وقت تصوت سيارتك ويديش تصلي طلع ما تحد دقائد بلا شك بل ضبط وبعض الأحيان يعني شوف ديننا العظيم أنت ما تروح خاصة التواصل الاستماعي تكتب مثلا أو واحدة مثلا حتى عندها عذر شريع ما تصوم تذكر الناس بصيام يوم مثلا عرفة ملايين الناس هذين اللي يصومون بصحيفة منه بصحيفة تأخذ أجرها الدال على الخير النبي يقول كفاعل يعني بعض الأحيان أنت قاعد بالبيت بس قاعد تكتب خاصة بالتواصل الاجتماعي ملاييني وما يفوتنا شيخ عبدالله في هذه الأمور فعلا هي أمور بسيطة وجورها عظيمة لكن يعني لو تفكر فيها سبحان الله هي ما ينقص بك إلا التوفيق من الله عز وجل يعني بعض يقول لك أنا بهذه الذكر أخذ الأجر هذا والله سهل الأمر ليس سهل تحتاج إلى توفيق ويعاني الله صحة الله بلا شك بلا شك الأمر كله بيد الله يعني مثل ذكر النبي كان مع أحد أزواج زوجاته خرج منها الفجر الفجر وهي جالسة في مصلاها يعني شوف هذا ذكر أنصح نفسي وأهلي وجميع المشاهدين ومشاهدات الكرام مثل هذا الذكر السهل ثواني خرج النبي الفجر وعاد لها لما وقت الضحى وهي جالسة في مصلاها قال لها ما زلت في مصلاك لفراطق قالت أجل بلا شك قاعدة ساعة أو أكثر تذكر الله النبي يقول لها لقد قلت بعدك أربع كلمات أربع مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشة ومداد كانت تعدل يعني قلتي وزيادة أنت تخيل لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه شم عدد خلق الله يعني يا رب أنا سبحك بعدد خلقك البشر شم مليار خلقه إلى قيام الساعة شم مليار يعني ربما هذا الذكر الإنسان الذي يحافظ عليه ربما يكون سبب يعني توفيقه نعم نعم أيضا شيخ عبدالله لا شك أن هذه المداومة الأعمار الصالح مثل ما تفضلت لها أجر عظيم ليس فقط يعني إن شاء الله الحسنات وهناك أجور عظيم مضاعفة على هذا الأمر ويعني أمور إنسان نتفكر فيها لحافظ عليها شيخ عبدالله نعم يعني الأعمال الصالحة يعني كل إنسان بلا شك يعني أو رجل أو امرأة يبي الحياة السعيدة الحياة الهنية نعم اللي فيها انشراح الصدق وبين الله سبحانه في الكتاب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني من اللي من اللي تكفل بهذه الحياة السعيدة الله يقول فلنحينه حياة طيبة إذا الله قال بحيك حياة طيبة شنو هذه الحياة الله أكبر ترى الحياة هذه مو بس بالدنيا يعني في آية ثانية أن الأبرارة لا في نعيم ترى نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم يوم القيامة يعني ثلاث مراحل هذه يعيشون نعيم والسبب الأعمال الصالحة بلا شك لها أثر يعني على حياة الإنسان وعلى يعني سبحان الله مو بس على أسرتها وعلى أبنائها يعني صورة الكهف نحن كل يوم عمون نقراها نعم يعني الله سبحانه يعني سبحانه أرسل نبي يخرج كنز الأيتام وكان أبوهما صالح صلاح يعني هذا ترى مو الأب المباشر ببضل هذا الأب يمكن الجد السادس أو السابع يعني صلاح الوالدين هذا يعني أعمالهم يعني أحد الصالحين أعتقد الإمام أحمد يعني كان يكثر من العبادة فأبنه يقول له هون يعني خفف علىنا قال لا إنما أنا أجتهد في العبادة رجاء أن الله يحفظكم يعني الإنسان خاصة الوالدين كل ما زادوا في العبادة هذا سبب أنه يحفظ أبنائه ويحفظ يعني يحفظ نفسه يعني كثرة الأعمال الصالحة نعم شهد شهد الله البعض يظن مثلا تفضلت قبل قليل أشرت إلى جانمهم زاكرة الله خير أن الإنسان لا ينسى يعني نصيبة من الدنيا ليس كل وقتها طاعة وعبادة لذلك ودنا نأخذ يعني حياة النبي والصلاة والسلام والصحابة أيضا كيف كان حالهم مع الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة يعني هذا منقف بين أعتقد سلمان الفارسي وبالدرداء زاره فشاف زوجته طبعا وكان بيّنت لي يعني كان سبحان الله صيام وقيام نعم فنام معه فنما كان بيقوم الليل قال أنام رد هم بيقوم يعني ما خلى إلا آخر الليل وكان صايم خلى سبحان الله خلى يفضل ما خلى يصم فراح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق يعني أعتقد سلمة إن لبدنك حق وإن لزوجك حق وإن لضيفك حق فيعطي كل حق إن حقه يعني الإنسان ما يوصل مرحلة يعني أنه يتبتل بالعبادة ولا يعني خير الأمور خير الأمور وسط صحيح لابد أنت عندك والدين عندك زوجة عندك أبناء عندك أصدقاء لابد الإنسان يعني يسدد ويقارب يعني أنا عارف أحد الأخوة بعد رمضان عائلتها ما شاء الله متواصلين القدى مثلا يوم العيد عند بيت فلان هذا مني يقول أنا صايم أنزين أنت الحم ما شاء الله شوال تول يعني أنت طيب خاطرهم يعني ما يخالوا تحجر عظيم في جامعة أنت أكسبهم يعني اليمنى هذه وين تحصل يعني في بعض العوائل ما شاء الله خاصة بلكويت عندنا ديوان العائلة عيال عمك عائلة ما شاء الله ممتدة كبيرة مو بس عيال عمك حتى أهل المنطقة أصدقائكم يعني هذه فرصة فرصة أنت وين تلقاهم فأنت أجل صيامك ما شاء الله يعني رابع يوم وهم كذلك أنا هم رسالة حي قرأ صاحب العزيمة بدأ لا تحرجهم بالغداء يبقى خلع عشاء يعني أنت هم أنت أنت أمسك يسدد وقارب في بعض يقولك أنا ما أقدر إلا غداء أنا أنام مثلا ينام مبكر يعني بين أمرين إن قدرت تتخلي عشاء هذا خير على خير ما قدرت أنت اللي بتصوم أفطر شيء المشكلة عنك نفل يعني ما عليك شيء أنت فطرت شيخ عبدالله هل هذه رسالة يعني بخير هذه الحلقة يعني أمومنا نشاهدنا أن الأهم شيء أن الإنسان يستمر بعمله هذا جانا مهم البعض قد يفسره شيخ عبدالله أني أقلل عشان أستمر هل هذا المقصود أني فقط يعني أهم شيء استمارية أم هي أيضا موازنة شيخ عبدالله فيها يعني شوف أخوي ببيد الغالي نعم يعني بعض الأحيان الله سبحانه يفتح عليك يعني سبحان الله في مواسم تحس انشراح تحس راحة إيمان زايد هذا الوقت لا تخلي نعم يعني الله سبحانه يفتح عليك بجانب مثلا بر الوالد قيام الليل قيام الليل بعض الأحيان تلاوة الغراح بعض الأحيان صدقة بعض الأحيان صلة الرحم واحد سبحان الله من خالة لعمة لعيال عمة الباب إذا نفتح لك استثمره استثمره ما تدري سبحان الله يصير أمر تنحبس فالأوقات اللي تحس فيها نشاط نعم وفيها مثلا قوة استغلها وإذا حسيت يعني خلاص تعب وشي بحيث أنها تستمر على القليل أطرع أهم شي نعم ذكرتني فيه هذا الحديث شيخ عبد الله الإنسان يعني يأخذ من صحة لسقم أو من مرضه النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتنم خمسا هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام والله يعني ما ذكرت فيه من كلامه ما خل أمر يغربنا إلى مرضات الله وإلى الجنة إلا بينا النبي ما ترك شي يقول النبي هذا الحديث يعني باختصار يقول اغتنم خمسا قبل خمس معرض أنت معرض للمرض معرض كل شي يشوف أول أمر ذكر شنو النبي قال شبابك قبل هرمك الكبر الشباب القوة النشاط الحيوية هرم جاي جاي يعني تسأل مثلا شباب ما شاء الله ما خل المكان ما راح لكن ما حاج شفتش لون يعني حاج أنت شباب ليش أنت باتشر تنطل لين يدزونك بالشير روح بقوتك أدل العبادة بنشاطك أو قد تموت في لحظة يعني تمتع شبابك قبل هرمك كذلك صحتك قبل ساقمك أنت الحمد لله متعافي و هذا صحيح باتشر ما تقدر تصليل على كرسي كذلك غناك قبل فقرك ممكن يعني أنت الحمد لله عندك خير لابد يعني تتصدى و ربما إذا أنت المال ما راح منك أنت ممكن تروح المال هذا كله كذلك فراغك قبل شغلك يعني أنت الحمد لله خاصة الشباب أبوك موفر لك كل شيء أنت حاليا ادرس و يبقى أفضل الشهادات آخر شيء حياتك قبل زاك الله خير شيخ عبدالله مسمع نقول لك زاك الله خير مبارك الله فيك و نفعنا الله بكل ما قلت إن شاء الله اللهم أمين أيضا شكر لموصولكم أيها الأحبة على هذه المتابعة انتظرونا في حلقة مقبلة إن شاء الله و موضوع جديد والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة